انا اريد ان اتحدث معك اذا كان هذا ممكن تفضلي اخي بكل سرور انتم تقولون بان المسيح هو ابن الله نعم لكن نحن في الاسلام نعلم بان ليس لله عز وجل صاحبة ولا ولد نعم فهل لديكم اثبات على ان المسيح هو ابن الله طبعا اثباتات كثيرة جدا اخي محمد اولا مع كل ما حبته احترامي للك طبعا خلينا اقول نحن لا نؤمن يعني اطلاقا بتاتا انه لله صاحبة هذا كفر هذا جحود لا تغير الموضوع لا لا مش مغير هذه اهاني لالله اهاني لالله اهاني لشخص الرب يسوع اهاني للمطوبة والمكرمة مريم خليك معاي اخي محمد خليك معاي اللي اصطفاها على كل نساء العالمين فنحن لا لا نؤمن ان الله يلدي اي تناسل جسدي حاشة خلينا اكمل لك ما انت سألت السؤال انا اريد ارد عليك لا لا اسمعني يعني اذا انت ابن المغرب ما هو شكلك ما هي لغتك ما هي مواصفاتك ما هي ابن الرافدين يحمل اللون والشكل والطبع وصفات ابن الرافدين ابن النيل يحمل كل صفات ابن النيل فلا يتغير يعني بتشوف شكله حياته كل شيء ابن الله لا يعني التناسل الجسدي انها نسبة روحية يعني بيتكلم عن الذات الالهية معلنة من خلال شخص المسيح وهل عنا الاثبات عنا اثباتات كثيرة من كلمة الله في الكتاب المقدس مش عنا اللي بقول انت اللي بقول القرآن اللي بقول احنا مقول هذا كفر كما تنزيون وكما تقول بان نسبة الصاحبة هي اهانة له وكذلك نسبة الذي هي اهانة له لا 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 يعني ابن خلي بالك انت تؤمن ان المسيح حبل بي من الروح القدس لم يمسسها بشر ونحن نؤمن ان المسيح هو كلمة الله ماذا تعني كلمة الله يا أخي المسيح هو عبد الله ورسوله لا 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 هو كلمة الله انت عيسى ابن مريم كلمة الله وروح منه الهاء في اللغة العربية ضمير مفرد هائب يعود على الله يعود على الله فهل الكلمة منفصلة عن الله فالكلمة تحمل ذات جاغا الله لا هاي كمان اهانة المسيح لما بتقول ابن مريم يعني كأنك تبتنسب انه الله عنده صاحبة لا نحن نرفض هذا لا يوجد مسيح في كل المسيحيين يقبل انه الله عنده صاحبة او عنده ولد كلمة ابن الله الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع هو كلمة الله يحمل ذات الطبيعة انت لم تقدمني اثباتا الان انت تتحدث من مراغ انا عندما اقول لك بان المسيح هو عبد الله ورسوله اقول لك بان هذا ذكر في القرآن الكريم احنا عندنا في الكتاب المقدس المسيح هو كلمة الله هو جوهر الله هو صورة الله غير المنظور نعم نعم حسنا هو ابن الله ابن الله لا لا تفيد التناسل الجسدي على كل حال يا اخي محمد ليه ما بتقرأ الكتاب المقدس وشوف ايه المسيحي بفكر مش انت شو بتفسر الكتاب المقدس الذي تتحدث عنه الكتاب المقدس الذي تتحدث عنه هو محرف مين قالك انه محرف هل قال لك القرآن ان الكتاب المقدس محرف من قال لك انه لا لا رد علي من قال لك ان الكتاب محرف ألم يقل اسمعني لا لا اسمعني وان كنت في شك لا لا وان كنت في شك لا 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 اسمع وان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسنه بعدين يتكلم عن الكتاب المقدس هدى ونور منين محرف جايب ليه على كل حال الكتاب المقدس كان موجود قبل الاسلام يعني قبل القرن الثامن مئات الالاف النسخ يا حبيبي فاذا لا تقول انه محرف نفس الكلام موجود دايما اسرع طريقة للدفاع عن مشكلتك انت تهاجم فاسمح لي اقول لك انه الكتاب المقدس ليس محرف فوت على جوجل وشوف الاسباب ليه مش محرف ورح تكتشف اشياء مذهلة لكن انا اللي ممكن اقول لك انه القرآن محرف لانه في فكرة الناسخ والمنسوخ لغى ايات ما كانت من قبل لغاها بالكامل على كل حال ربنا يباكك يا اخي محمد وان شاء الله بترجع باسمع منك الاسبوع القادم اشتركوا في القناة